الله يرحمه طبعاً دي اغنية كانت بص يعني كلنا وبصوت الجمان دلوقتي في حاجة عظيمة بس عايز أوليك يعني الواحد كل ما بيكبر بيحاول يداري سنه بقى ما يقولش انه مسلا سنه كذا وبيخبي والحاجات دي ازاي بقى ما دخلت اختبار بتاع الازع قلتون عندي 17 وانت يعني كان عندي 15 اصلا ايه اللي خليك تعملي كده لاو زكية قوي انا كنت بقول الكلام ده لناس يعرفوني كواس جدا مربيني يعني اللجنة كان فيها اثنين او ثلاثة من الاساد زال كبار قوي يعني عارفيني من وانا بيبي يعني يعني عارفيني انت عندي 15 عارفين طبعاً ودخل عادي لاو يا بيت يا كداب جاب فيه استاذ محمود عيفت عزف النايل العظيم طبعاً كان في اللجنة استاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقة المسيئة برضو دام ربيني واعدوها ولا ايه اعدوها طبعاً بصم عارفيني بكذب يعني وبعدين قالوا لي مش هنعتمدك على طول هنديكي حاجة اسمها تعطى فرصة كتبوا كده في تقرير اللجنة ندوكي فرصة يعني تعطى فرصة يعني تاخد فرصة الفرصة دي ان انا ادخل اسجل حاجة في استوديوهات الازاعة يعني اسجل اغنية كانت اغنية الام اللي هي كانت اول حاجة ليه اول اغنية ليه تسجلت وابتدت ازاعة على الراديو اه ليه كانت اختبار ازاعة واختبار تلفزيون اختبارت بيها في الازاعة وفي التلفزيون وسجلوها لي على الفرقة المسيئة وقتها يعني حاجة عظيمة جداً وبعدين طلعت بيها اول حفلة اه وكان فيه حد ساعتها بقى بيدعمك جداً والدي طبعاً لا غير والديك طبعاً انا عرفت تقصد مينه استاذ علي عيسى استاذ علي عيسى بالزبط طبعاً اه الله يرحمه الله يرحمه ده راجل عظيم مراش طبعاً الشباب هنا موك يبقوا مش عارفين مين علي عيسى علي عيسى كان من اسد ذات اللغة العربية طبعاً قل ولا تاقل ده برنامج كان عظيم جداً مهم يعني علمنا كتير قوي طبعاً تخطيط في الإزاعة مهم فهو الحقيقة اللي داني بقى الدعم اللي هو أنا مدينة لغاية دلوقتي اللي داه لانه حفلة الإزاعة دي كانت حاجة عظيمة قوي طبعاً انك تقف على مسرح والحفلة تتزاعة على الراديو على الهوى وفي التلفزيون المصري والناس تشوفك لقد كانت حفلات عظيمة حفلات عظيمة حفلة أدواء المدينة وهو كان هو استاذ علي كان رجع أدواء المدينة كانت وقفت خالص وهو رجعها وابتدت تبقى حفلات دورية يعني فيه كل شهر كده حفلة أدواء مدينة فطلعني هو هو اللي قال انت تطلعي في الحفلة هو رئيس شبكة التخطيط فهو اللي بيحط الناس في الحفلات هو اللي بيختار يعني اه طبعاً هو كان مقتنع بي بس حفلة كانت صعبة كانت صعبة جداً كان فيها اسمين الخيام وفيها اسمين كان فيها أستاذة ياسمين ربانية ديالصحة وكان فيها أستاذ محمد رشدي الله يرحمه الله يرحمه وكان فيها أستاذ فايد محمد فايد ده كان مغني عظيم جداً اي هو ابنه زملنا طبعاً مايسرو وليد فايد يعني من الأهم الموسيقين يعني الموزعين اللي موجودين في مصر اه كانت ناس ترعب يعني اي بس فكرة رد فعل الناس قاووا ما شافوك يطلع على لسه فكرة ماشا أول ما شافوني يتقاووا الجملتين ما أول جملتين رحهم سقفين وموقفيني أه ووقفوك عن الغنى؟ سقفوا فوقفت اتخضيت يا مرح أم سقف حتى غريبة اللي هو ايدها ده أنا طلعت جنداً يعني ايه لا بقيتش فاهمة وده ايدها بس ده بقى توطرتي ولا دادك يصبت أكتر انت تتمنى؟ مرحة هي بقى الحكاية اللي كنت بحكيها لك في الأول إنه وكانش عندي كنت جريئة معقول؟ أنا أتخضيت بس من الرياكشن بتاع التسقيف اللي هو مش في وقته اللي هو اتفجأه يعني هو بنت جديدة طلعة محدش متخيل يعني لك أي حاجة فالناس بقى بتقعد ومتتخذة كده ومش مركزة وكفة فجأة انتبهوا كله تعادل أوه ورحوا سمعوني كده في الأول أول جمدتين فقواهم سقفين فقفت وعيدنا تاني الأغنية من الأول بقى ومسقفوا لي بقى قوي يعني طبعا من ساعتها يعني بقى في ثقة جواكي كبيرة أكيد يعني هي هي القصة بتاعت السقة دي بتروح بتيجي بتروح بتيجي بتروح بتيجي بتروح بتيجي لحد دلوقتي برضو لحد دلوقتي بقى في ثقة في اللي انت هتقدمه تبقى عارف فيني ولازم يبقى عندك ثقة في اللي بتقدمه وبس هي البدايات دايما فيها كده لحد ما الجمهور تاخد عالجمهور وياخد عليك ويبتدي الصوت يتزبط وبش عارف ايه بس وإحنا صغيرين لا فيش كلام دي مش فارق حاجة خالص دلوقتي أبريكي صورة عظيمة أوكي بصي آه يا أستاذ دكتورة راتيبة الحفني دكتورة راتيبة الحفني طبعا 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 دي ستة ندول الأزماء آه طبعا وأنا محظوظة على فكرة جدا يعني أنا بشوف أن أنا من الناس المحظوظة بجد انت حضرتي الناس دي هي اللي ربتني يعني ودوني الفرص كلها يا أمير حقيقي يعني كل الفرص الحلوة والكبيرة والعظيمة واللي هي أسستني وعرفت الناس علي دكتورة راتيبة ده بس انت ساعتها برضو كنت تستحقي ده يعني كنت موهبة برضو مش موجودة يعني حاجة برضو عظيمة يعني آه بس هو كان ممكن ميخدوش بالهم أو يعني ياخدوا بالهم ويطلنشوا أي حاجة يعني يعني عاجي آه لا هم الحقيقة كانوا داعمين كبار جدا طب فكرة أول مرة عابلتها آه دكتورة راتيبة كانت عميدة معهد موسيقى عربية وأنا بعد ما مشيت من كونسرفاتور بعد ثمان سنين دخلت أول سنوي موسيقى عربية آه فكانت هي العميدة وأنا داهيتلك بقى في المكتب بتاع جابتني بقى في المكتب عندها نزلتني كده من الفاصل ده عالي عالي طب أنا نزلت مش فاهمة العميدة عايزاني أنا عملت مين؟ أنا مش عايشة دور أن أنا أنغام اللي بتغني خالص يعني أنا في المهد زي زي أي طالبة طالبة آه أنا نزلت مخدودة جداً نعم قلت لي أنا سمعت إنك بتغني إنك بتغني صوتك حل قلت لها أيها دكتور أنا مطربة معتمدة في الإزائيات والتلفزيون هنا السكرة جاءت موجودة آه أنا مغني طبعاً فقالت لي تمسمعيني صوتك أنا بصيت كده كان دكتور سعيد الأصبجي كان سعيدها وكيل المعد أو حاجزة كده قال لي غني يا بنتي يعني لو غني فغنيت حاجة صغيرة كده وليس مجمعها أيضاً وليس في الموت خالص أنا نزلها من الفصل تجرى؟ تجرى؟ نعم غني يا غني دي فغنيت لها قال لي طبعاً إحنا عايزينك تغني في فرقتهم كلسوم قلت فرقتهم كلسوم دي كانت فرقة عظيمة جداً طبعاً كانت في برنامجها على طول كل أسبوع تشوف تسجيلات لفرقتهم كلسوم نعم قلت لها آه بس أنا مش هغني في الكورال أنا أغني سولو قلت لي طيب يا ستي تغني سولو حب يعني لو كنت جاءت تتأمري علينا لا بس يعني شوفي طموح من الأول كده أنت عايزت تغني سولو على طول ما أنا كنت قريدي خلاص غنيت أنا كنت تشهرت بس أغني على الفرقة دي طبعاً على فرقتهم كلسوم يعني كان مايستر حسين جنيد وكان فيها سوليستات كبار كان مدام سوزان عطيه لأقول طبعاً العظيمة يعني كانت هي سوليست من أهم سوليستات يعني وقتها آه فأنا إيه البتاع اللي جاءت تغني سولو على فرقة وكلسوم بس ديتني بفرصة وغنيتي عادي وطلعت تغنيت هي وقتها اختارت لي أغنية لأستاذ محمد عبدالوهاب وغنيتها شدية بس بوسة بس بوسة آه وطلعت تغنيتها وكسرت المسرح بصراحة آه ده إيه السقة دي آه والله لا التسجيلات دي موجودة آه كل ده موجودة آه طبعاً يعني ذكرنا المكالسوم آه هنفعش يعني نجيب سيرة الست وما نسمعش حاجة للست آه طبعاً طبعاً غداً غداً ألقاك بس هيا خفيفة جاناً هيا خفيفة صحيح الفصائد اللي بحبها جداً جداً طب نسمع حاجة من غداً ألقاك حاضر يلاً